بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درس جديد في مادة الدراسات الأدبية لصف الثالث الثاني كنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن معلقتين طرفة وعن تر من شدات قبل ذلك إذا تحدثنا عن المعلقة تبرئ القيس وعرفنا أيضا كيف أن المعلقات تبدأ بالوقوف على الأطلال والغزل ثم يستحضر بعد ذلك فيها الوصف أو يتحدث فيها عن وصف الرحلة ووصف الناقة ووصف الفرس ثم الغرض الذي يريد أن يتحدث عنه في المعلقة حدثنا عن طرفه كيف أنه كان شاعرا مجيدا بالرغم من صغر سنه وكيف أنه أصبحت أيضا أغلب أبياته تجري مجرى المثل أيضا عن ترمشداد في معلقة المشهورة أيضا في قوتي وشجاعتي وكيف أنه حتى الفرسان يستنجدون به ويبدأون بطلب العون والنصرة منه اليوم نستكمل أيضا نماذج تلك المعلقة ثم سنعرف من خلال هذه النماذج خصائص أهم الخصائص التي تتعلق بالألفاظ وكذلك بالمعاني والخيال في الشعر الجاهلي طبعا يشاركوني في تقديمي هذا الدرس في لغتي الإشارة الأستاذة نسرين النصار طبعا نحن هنا في نماذج أخرى من الشعر الخنساء والأبيت ويضا سنتحدث عن خصائص الشعر الجاهلي وخصائص المعنى وكذلك خصائص الخيال والعاطفة ما زلنا في الوحدة الأولى طبعا عرفنا أيضا أن الكتاب مقسم من القسمين وحدة الأولى يتحدث فيه يحدث فيه عن الأدب القديم ووحدة الثانية يكون فيه الحديث عن الأدب الحديث بإذن الله تعالى بدأنا بالتقسيم وعرفنا كيف أنه التقسيم والحقب الزمنية العصر الجاهلي ثم أصصاد الإسلام والأموي ثم الأموي ثم العباسي ثم العصر الحديث الذي سيكون بإذن الله في نهاية هذا المنهج طبعا هنا الأدب القديم ما زلنا في نماذج من الشعر الجاهلي ما زلنا في رابع النماذج من الشعر الجاهلي عرفنا مريل القيس أو معلقة مريل القيس ثم طرفه ثم أنتر بنشداد أو أنتر بنشداد اليوم سنستكمل هذه النماذج هذا هو رابط الدرس الرقمي بإمكانك أيضا الدخول ومشاهدة هذا الدرس نماذج أخرى من الشعر الجاهلي رثت الخنساء أخاها صخر طبعا وكان قد قتل في الجاهلية الخنساء صحابية أسلمت طبعا بعد الإسلام لكن هذا الكلام أو هذه القصيدة في العصر الجاهلي وقالت فيه أروع الشعر وأعذبه واسمها تماظر بنت عمر بن بني سليم من أهل نجد وقد أدركت الإسلام فأسلمت ووفدت مع قومها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يستنشدها ويعجبه شعرها ومما قالته في رثاء أخيها هذه أشهر طبعا خنساء تعذب الشعراء التي رثت أخاها في العصر الجاهلي وعرفت أيضا أنها هي أشهر من بكت أو بكت أخا في معلقة وذكرت تلك القصيدة طبعا هي لا تعد من المعلقات وإنما قصيدة بكت فيها أو رثت فيها أخاها صخر تقول في بعض أبيات هذه القصيدة هنا كأن عيني لذكراه إذا خطرت فيض يسيل على الخدين مدرار تبكي خناس على صخر وحق لها إذ رابها الدهر إن الدهر ضرار وإن صخرا لوالينا وسيدنا وإن صخرا إذا نشتوا لنحار وإن صخرا لمقدام إذا ركبوا وإن صخرا إذا جاعوا لعقار وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار لم تره جارة يمشي بساحتها لريبة حين يخلي بيته الجار حمال ألوية هباط أو دية شهاد أندية للجيش جرار قد كان خالصتي من كل ذي نسب فقد أصيب فما للعيش أو طار تحدثي عن الفقد الكبير حتى أنها إذا ذكرت صخر قال كأن عيني لذكراه إذا خطرت إذا خطر على بالي وعلى ذاكرة فيض هنا شبهت الدموع وسيل الدموع بالمطر الغزير فيض يسيل شدة الحزن على الخدين مدرار مدرار أيضا مستابع هذا أيضا لاحظ أنها أكثرت من صيغ المبالغة وتحدثت عن ذلك فيض يسيل على الخدين مدرار يعني أنها مستابع هذا المطر وهذا الماء الغزير ثم قال تبكي خناس على صخر هي تبكي طبعا هذه البكاء وحق لها في نتذكر ذلك إذ رابها الدهر هنا طبعا في عصر الجاهلي لم تسلم بعد هنا أوعزت أن هذه المصيبة هي للدهر وأن الدهر هو السبب في تركها المصيبة في الدهر دائما لا يأتي إلا بالسوء كما كانت فيه لأن هذه قصيدة جاهلية ثم بدأت تذكر أهم صفاته وتمدح وعادة في الرثاء يذكر المحاسن هذا الميت وأهم الصفات التي فيه ويمدح فيه ثم قالت وإن سخر الوالينا هو الوالي وهو الزعيم وهو السيد وهو القائد وإن صخرا إذا نشتوا لنحاروا أيضا هنا نحار على صيغة على وزن فعال صيغة مبارغة يعني كثير النحر دليل على شدة كرمه ولاحظ هنا قالت وإن صخرا إذا نشتوا نشتوا معنى أن ندخل فصل الشتاء وهذا دليل على شدة كرمه حتى في فصل الشتاء والعادة أن حتى الكريم فصل الشتاء يقل كرمه قليل لأن فصل الشتاء أيضا تقل فيه الموارد والمؤونة وإلى ذلك هنا نقول حتى فصل الشتاء هو يكثر نحر الإبل معنى أنه يكرم ضيوفه كثيرا ثم قالت أيضا أن صخرا لمقدام مقدام أنه دائم يتقدم إذا ركبوا في حال حرب إذا ركبوا على خيولهم في حال الحرب والمعارك فهو دائما ما يكون قائد لهم ويتقدم تلك الجيوش وإن صخرا إذا جاعوا لعقار لاحظ هنا عقار والبيت السابق قالت نحار أيضا العقر هنا عقر النوق والنحر هنا نحر الأبل هي تقول وإن صخرا لمقدام إذا ركبه يتقدم الخيل وإن صخرا إذا جاعوا لعقار إذا جاعوا إذا جاع قومه فإنه لا يهتم سواء بعير أو منعقف ويكثر حتى عقر النوق بمعنى هذا أنه يهتم بقومه اهتماما كبيرا جدا يدرجت أنه حتى النوق مع أن النوق لم تكن عند العرب تعقر كثيرا أو تقدم للضيوف وإنما هي تقول أنه حتى لو جاع قومه فإنه يعقر حتى الناقة ثم قالت وإن صخرا تأتم الهدات به الهدات الذين يعرفون الطريقهم أيضا هو قائدهم هو الذي دليلهم شبهته بماذا كأنه علم في رأسه نار جبل كبير ضخم لاحظ هذا الجبل في ضخامته وكبره أيضا فوق رأسه نار فوق رأسه نار فإذا أنه يدري على أن الناس تراه من كل مكان فهو مثل هذا الجبل في أنه معروف عند الناس ويدري على رجاحة عقله كأنه علم في رأسه نار ثم أيضا من صفاته أنه لا يعني يختلي أو لا يعني يرى في مكان يشك به لم تره جارة يمجي في ساحتها يعني أنه يحفظ حق الجيران وخاصة النساء ولا يعترض لهم حتى لو لم يكن الجار غير موجود فهو أدعى طبعا إلى إلى كان في نفسه شك أو ريبة ويقول امتره جارة يمجي بساحتها لريبة حين يخلي بيته الجار حتى لو لم يكن أحد هناك في الجار وأيضا ذكرت هنا اجتمعت فيه أكثر من صفات حمال ألوية أيضا حمال الوزن الفعال دريع على كثرة الحمل لواء الحرب أيضا دريع على كثرة الحروب حمال ألوية هباطوا أوضية دريع على كثرة الرحيل هباط الوزن الفعال كذلك أوضية يكثر الرحيل والترحال شهادوا أندية أندية مكان اجتماع القوم أيضا يكثر من الجلوس في مجالس القوم للجيش جرار مقصد معناها أنه قائد فهو يقود الجيوش يقود الجيوش فقد كان خالصتي في البداية البترة الأخيرة ذكرت يقول أنا استخلصته هو يعني هو الأب وهو الأم وهو الأخ والذي من كل الذي ينسب هو أصبح لي المقدر فقد أصيب وكانها يعني تتحسر على إصابته وعلى موته فقد أصيب فما للعيش أو تردقل ما الفائدة من حياتي بعد إصابته لأنه قد استخلصته لنفسي من كل نسبي طبعا هنا قرأنا الأبيات بعض المفردات شرحناها ثم سنذكر شفهيا عن بعض الأسئلة ماذا تعرفوا عن خنسة أنها صحابية وأنها أسلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليها ويقول هيه يا أخونا اسمعنا نزيديني من شعرك ويضا مات لها ويقول قصيدة ولم تقول شعرا لكنها قالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأسأل الله أن يجمعنوا بهم في مستقر رحمته يعني أنها بعد أن إسلامها لم تقول شعرا وإنما يعني بوهرت كما بقية العرب بوهروا بالقرآن وذكروا وتدارسوا الكناية الموجودة في البيت قبل الأخير حمالوا ألوية هباطوا أوذية شهادوا أند يهل الجيشي جرار هنا حمالوا ألوية أيضا ما الكناية الموجودة في البيت الأخير وقبل الأخير بإمكانك أيضا تستخرجها قبل أن نذكرها تتجلى أيضا في هذه القصيدة العاطفة حزينة صادقة تحدث عن عاطفة الخنساء في هذه الأبيات ذاكرا ألفاظ التراكيب التي توضح تلك العاطفة عاطفة الخنساء حزينة هي تعد أشهر من من بكت وكيف أنها بكت وإضا قصيدة حتى النبيل كان يعجب بشعرها وكان يستزيدها من ذاك الشعر هنا طبعا في رابها طبعا في بعض المفردات رابها سبب لها الأذى نحار كثير الذبح للضيوف هنا حمال الألوية هنا مقاتل شجاع في بعض الكناية طبعا هنا طبعا لما ذكرنا وضح الكنايات الموجودة أو حمال الألوية هنا كناية عن قائد الجيش حمال الألوية دليل عنه على القائد كذلك هباط أود كناية عن أنهم مقدام لا يهابوا شيء يعني في كثير الترحان أيضا يحبط الوادي الوادي هو أدعي للخوف ولكنه هو مقدام دليل على أنه مقدام هنا كناية عن الإقدام والشجاعة شهادوا أندية كناية على أنه من رؤساء القوم أو أصحاب الكلمة أنه دائما ما يشهد أنه وادي وهو مكان الاجتماع هو دائما ما يحضر تلك الأندية مع أنه هو الذي يقودهم وهو صاحب الرأي الراجح للجيش الجرار هنا كناية عن جرأته وعن جره للجيش وأنه دائما ما يقود في خوض الوغى هو الذي يقود الجيش دائما في خوض الحروب والمعارك تتجلى هذه القصيدة عاطفة حزينة صادقة قلنا نتحدث عن عاطفة الخنسة في هذه الأبيات ذاكرا بعض الألفاظ والتراكيب عدل النص ونذكر بعض الألفاظ والتراكيب وتوضح تلك العاطفة ونقول هنا العاطفة حزن بالتأكيد أنها عاطفة حزينة لأنها تحدث عن فقدها وشدة فقدها لصخر وإضا لاحظ حرف الرأي مناسب نبرة الحزن وكان فيه شيء من البكاء فأبدعت شاعرة في ذكر تلك القصيدة وفي ذكر هذه العاطفة فهنا يقول ألفاظ التراكيب يدل على الحزن تبكي خناس فيض يسيل شبهت دموع وكثرت الدموع بأنها مطر غزير يسيل على الخدين مدرار مستابع أيضا من شدتها ثم قالت أيضا قد كان خالصتي من كل ذي نسب فقد أصيب فما للعيش أوطار وكان أصبحت حياتها بلا فائدة وبلا معنى وبلا هدف بعد شدة فقدها وهذا أيضا تبين يعني سبب فجيعتها القوية لفقدها لسخر هنا نموذج آخر من الشعر الجاهلي لبيد بن ربيع لبيد بن ربيع طبعا رضي الله عنه هو أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم حضر طبعا مشاعر مخضرة في الجاهلية وفي الإسلام ويعد من أصحاب المعلقة طبعا هنا هذه معلقته أو جزء من المعلقة مفتخرا هنا يفخر بمناقب قومه يتحدث فيها عن قومه سنقرأ النص ثم سنعرف من أهم المناقب التي يتحدث فيها في أولبيد يقول من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها لا يطبعون ولا يبور فعالهم إذ لا يميل على الهوى أحلامها فاقنع بما قسم المليك فإنما قسم الخلائق بيننا علامها وإذا الأمانة قسمت في معشر أوفى بأوفر حظنا قسامها وهم ربيع للمجاور فيهم والمرملات إذا تطاول عامها ونتحدث فيه عن قومه ويفخر بمناقب قومه ويفخر بقبيلة وإذن لما تذكرون تحدثنا عن أغراض الشعر الجاهلي وقلنا أن هناك أيضا الشعر الانفرادي والشعر أيضا يتحدث فيه عن مناقب القبيلة ويتحدث عن حسنات القبيلة ومناقبها يقول أنا من معشر سنت لهم آباؤهم من كل يعني معنى أننا نسير على سنة آبائنا وأجدادنا ولكل قوم سنة إمامها نحن أيضا لنا قائد ولنا إمام هو الذي نسير على خطاه لا يطبعون ولا يبوروا فيها لا يخرجون ولا تخرج منهم الشيء الغير حسن إذ لا يميلوا على الهوى أحلامها معنى أن الأحلام هنا العقول فالهوى مقصود به العاطفة فلا يطغى تطغى العاطفة على العقل أو لا يطغى الهوى هو النفس على العقول بل العقول هي الأرجح نحن في قومنا فنحن دائما نحكم العقل يقول فقنع بما قسم الملك ويقول أننا نحن الله قد اختارنا في قبيل أو نحن قومنا وقد اختارنا الله وكأن الله هو الذي قسم تلك الأرزاق وجعل لنا الحظ الأكبر أو القسم الأكبر نحن قالوا إذا الأمانة قسمت في معشر حتى الأمانة لو أراد أحد يقسمها فأننا سنكون لنا الحظ الأكبر والأوفى والأكبر دريع على أننا يعني في شدتنا وأننا نكثر من الأمانة ويمدح قومه يذكر أيضا أهم صفاتهم ثم يقول وهم ربيع للمجاور فيهم كانت القبائل الضعيفة القوية تغزو الضعيفة وتغير عليها لكن يقول القبيلة الضعيفة كانت تستنجد بالقبيلة القوية بالمجاورة بمعنى القبيلة التي بجوارها فأنها تحميها أيضا قبيلة إذا كانت قوية ويقولنا أن كل من أتى بجانبنا فأنه سيطمئن وسنستطيع نحن حمايته ويطمئن أيضا ولن يستطيع أحد أن يهجم أو يغير عليه في الإغارة ويضا حتى المرمى الأرملة التي فقدت زوجها أو عائلها وليس لها أحد فأنها أيضا تستنجد بنا وتعرف أننا سنحميها وأننا استطيع أن نجلب لها السعادة والحياة الجميلة والمرمنات إذا الطاول عام وإذا لم تجد أحد أيضا من عائل يدافع عنها ويخدمها طبعا بعض المفردات هنا لا يطبعون لا تدنسوا أعراضهم وذلك على أيضا أننا نحفظ أعراضنا ونستطيع أيضا الدفاع الدفاع عن أعراضنا في قوته والخلائق الطباع والمعايش أيضا المرملات كما قلنا النساء التي طال احتياجهن وفقرهن وقيل أيضا المرملات التي ليس لها عائل وفقيره ليس عندها أحد يخدمها أو يستطيع أن يقوم بها فهم يقول حتى المرملات هذه الوحيدة التي ليس لها أحد فإنها أيضا تستنجد بنا ونستطيع أيضا أن نحميها وكذلك حتى القبال تستنجد بنا وتستطيع أيضا نستطيع حمايتنا فإذا جاورنا فهم لهم ربيع لهم يعني أننا سعيشون في رغد من العيش ونستطيع أحد أن يهجم عليهم لدرجة على قوتنا وعلى منعتنا وأننا أيضا نحكم عقولنا أكثر من أهواء الهواء ومن الأحلام هنا عد إلى مراجعك التعريف بالشاعر من هو لبيد؟ عد واذكر لبيد بن ربيع طبعا لبيد بن ربيع أسلام عاش في الجاهلية وفي الإسلام وأسلام وعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لبيد بن ربيع بن مالك العامري أبو عقيل هو من هوازن قيس كان من الشعراء المعدودين واحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية من أهل عالية نجد أدرك الإسلام ووفد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعد من الصحابة لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم طبعاً لما جاء الإسلام وأسلام ترك الشعر لأنه بوهر بالقرآن وتدارس القرآن وسكن الكوفة وعاش عمراً طويلاً وقيل أنه عاش فترة طويلة وكأنه نصفها في الجاهلية ونصفها كذلك في الإسلام انثر أبيات بسلوبك مع الناس رح رحنا بعض الأبيات ذكرنا قوم سنت لهم أسلافهم كسبت رغائب المعالي والاقتنامها ثم قالوا لكل سنة قوم السنة وإمامها طبعاً يؤتموا به لا يطبعون ولا يبوروا فعالهم هون يقول نحن قوم نأتم بإمامنا ونسير خلفه إذ لا يميلوا مع الهواء أحلامها لا يطبعون مع أن لا تدنس أعراضهم لا أحد يستطيع أن يغزون لأننا نحن أيضاً نحكم عقولنا ولا يستطيع أحد ومع أن لا تدنس أعراضهم بعار ولا تفسد أفعالهم إذ لا تميل عقولهم مع أهوائهم ونحن لا نتبع الهواء وإلا ما نحكم دائماً العقل أيضاً فقنع بما قسم الملك هو يقول نحن لنا الحظ الأوفر والله سبحانه وتعالى قسم لنا ذلك وكأن الله هو الذي جعل لنا القسم الأكبر لأنه هو الذي يقسم فقنع أيها العدو بما قسم الله تعالى في أن قسام المعايش والخلايق يريد أن قسم كل ما استحقه من كمان أو نقص أو رفعة هذا القسم وهذا الذي نحن فيه هو من الله عز وجل وهو الذي وضع لنا ذاك الحظ وإذا الأمانة قسمت في معشر أوفى بأوفر حظنا قسامه وإذا قسمت الأمانة بين أقوام وكمل يعني من أقوام نحن سنأخذ القسم الأكبر أو النصيب الأكبر والأكثر منه وإذا الأمانة قسمت فيه معشر أوفى وأوفر حظنا قسام قسام وهو هذا أيضا كالحديث فيه عن أننا سنأخذ الحظ الأكبر والنصيب الأكبر وهم ربيعون وقلنا أننا هنا في بيت الأخير لما تذكر ربيعون المجاور فيهم مرمونات إذا تطاول عامه يعني من كان بجوارنا فإنه سيسعد وسيهن هم ربيعون لمن جوارهم وربيع معنى أنه سينفعهم وعلوم جودهم من يستطيع أحدا يغزو أو أن يعترض طريقه وأن يأتي إليهم ما القيم التي أوردها الشاعر وجاء الإسلام ليؤكدها وهذا دليل عنها أن ما بعثت لي تمم مكانه من أخلاق هنا قيم ذكرها لبيت جاء الإسلام وأكد ذلك ويتممها ما هم القيم؟ جميل القيم طبعا التي ذكرت مكانه من أخلاق وإضاف التكافل وإضاف الرضاء والرضاء بالنصيب يعني كيف أن الله سبحانه قد جعلنا هذا القسم وهذا النصيب فنحن نرضى بما قسم الله لنا احفظ الأبيات جميعا تحفظ هذه الأبيات كاملة طبعا هنا في بعض النشاطات التعلم في خصائص الشعر الجاهلي خصائص الشعر الجاهلي خصائص الألفاظ طبعا لاحظ هنا في خصائص الألفاظ تميلوا معظم ألفاظ الشعر الجاهلي للفخامة أكثر ألفاظ الشعر الجاهلي للفخامة لكنها ترق في بعض المضامين وتزداد فخامة وغرابة في مضامين أخرى من خلال استعراض القصائد الجاهلية التي تحدثنا عنها سابقا نكتشف المضامين التي ترق معها ألفاظ الجاهليين والمضامين التي تظهر فيها ألفاظهم فخمة أيضا هل في ألفاظ الجاهليين عجمة أو لكنة أو خطأ؟ هل هناك في ألفاظ الجاهليين عجمة أو لكنة أو خطأ؟ هنا القصائدة مضامية تلقى معها القصائدة الجاهلية أن هناك في القصائد الفخر والحكمة في الفخر والاعتزاز هنا أيضا فيها فخامة وجزالة وقوة في بعض الغزال والرثاء وبعض الحكمة تجد أن فيها شيء من الرقة البسيطة لكن أغلب ألفاظهم هي ألفاظ جزلة مستمدة من بيئة البدوية طبعا ليس في ألفاظ الجاهليين عجمة ولا لكنه لأنهم أصلا من الجزية العربي ولم يخالطوا غيرهم بل هم الفصحاء العربين أنفاضهم وليس فيها حتى خطأ هنا خصائص المعاني في الشعر الجاهلي خلوب من المبالغة معانيهم خالية من المبالغة ما معنى ذلك؟ كذلك يكفي قارئ الشعر الجاهلي معرفة ألفاظ الجاهلي أن يتضح له المعنى بشكل كبير وذلك يعني أن المعاني الجاهلية خالية من ماذا؟ إذا عرفت الألفاظ عرفت المعنى وكذلك من خصائص المعاني الجاهلية هو الاستطراد ما هو الاستطراد؟ إذا المخصاص المعاني في الشعر الجاهلي خلوب من المبالغة ويعني ذلك ما معنى الخلوب من المبالغة؟ أحسنتم هنا معناه الوضوح أن المعاني واضحة ليس فيها تلك المبالغة يكفي قارئ الشعر الجاهلي معرفة ألفاظ الجاهلي أن يتضح له المعنى حتى يعرف المعنى بشكل كبير وذلك يعني أن المعاني الجاهلية خالية من ماذا؟ جميل خالية من الغموض معنى أنك بإمكانك أن تقرأ المعنى أو تعرف ألفاظ ثم تعرف المعنى لأنه ليس معنى غامضا وإنما واضحا فقط أن تفهم تلك الألفاظ من خصائص المعاني الجاهلية الاستطراد ما هو الاستطراد؟ جميل الاستطراد هو الخروج من معنى إلى آخر معنى أنه يتحدث في موضوع ثم يخرج من هذا الموضوع إلى موضوع آخر ثم يعود مرة أخرى وهذا الكلام عنه الاستطراد يكثر وكذلك حتى في قصائدهم فيبدأ بالغزل والفخر ثم وصف الرحلة والناقة ثم بعد ذلك الغلب في الشعر ما يسمى بالوحدة الموضوعية في القصيدة ذلك أن القصيدة تدور حول موضوع واحد ويرى النقاد أن الشعر الجاهلي لم يتسم بذلك أبدي وجهة نظرك في مدى التزام الشعر الجاهلي أو عدم التزام بوحدة الموضوعية وحدة الموضوعية معنى أن الشعر من أوله إلى آخره في موضوع واحد طبعا لكن نحن نقول أو ذكر النقاد أن القصيدة العربية أو نهج طريقة القصيدة العربية تعد وحدة عندهم لأنهم اعتادوا على البدء بذكر الغزل وفي البداية ثم وصف الرحلة ووصف الناقة ووصف الفرس والفخر ثم الموضوع الذي يتحدث عنه فهذه يعتبر عندهم وحدة واحدة مع اختلاف موضوعاتها لأنهم طريقة لهم في البداية لكن ليسوا في موضوع واحد كذلك هنا معظم المعاني الجاهلية منتزعة من البيئة البدوية أغلب المعاني منتزعة من البيئة البدوية وكثيرا ما تجدهم يربطون فخرهم وغزلهم ومديحهم بهذه البيئة مثل بثلاثة بيئات شعرية تتضح فيها البيئة بشكل كبير وعود إلى القصائد أمري القيس وكذلك طرفه وأنتر واذكر هذه البيئات خصائص الخيال هنا بعد قراءتك للقصائد الجاهلية يمكن وصف الخيال في الشعر الجاهلي بأنه خصب واسع حيث تعبر الصورة فيها عن حس فني ومخيلة مبدعة ودقة ملاحظة حسي الصور في معظمها حسية تمثل البيئة البدوية غير متلاحق الصور في القصيدة الجاهلية طبعا غير متلاحقة لكنها تكون كذلك في أحيان أقل كما في قصيدة أمري القيس قصيدة أمري القيس المكرر مفر مقبل مدبر معا هذه بعض الصور له أي طلضبي وساقى نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفره ذكر أكثر من صورة في بيت واحد وهذا قليل جدا لكن أغلب الصور هي صورة واحدة منتزعة من البيئة البدوية خصائص العاطفة هنا إطار معرفية وخصائص مستنبطة العاطفة هي أحد أركان الشعر الغنائي وتعني صدق التعبير عن خلاجاته النفسي وإحساسها بالمعاني النفسية كالحب والكره والحزن والفرح وإثبات الذاتي أو نكرانها والحماسة والغيرة والإعجاب وصدق العاطفة لا يعني التعبير الحقيقي عن المواقف والأحداث على أرض الواقع بل مقصود هو الصدق في الإحساس هو الصدق في الإحساس بتلك المعاني والقدرة على التأثير في حس المتلقي وتعد العاطفة الجسر الذي يعبر من خلاله المتلقي أو يعبر من خلاله المتلقي للنص الأدبي يتأثر به ويطرب له ويشعر أنه يعبر عنه وللعاطفة علاقة كبيرة بالحالة النفسية للأديب وقد قيل قديما لأحد شعراء هذيل لماذا كان رثاءكم لأمواتكم أجود شعركم؟ فقال لأننا نقوله وأكبادنا تتقرح مما تقدم يمكن القول إن عيون الشعر الجاهلي التي تقدمت معنا أو غيرها كانت العاطفة فيها صادقة قوية غير متوارية وحملت كثيرا من المعانات التي يواجهها الجاهلي في ظل بيئة قاسية وحياة صعبة على كافة المستويات فلو تتبعنا الشعر الغزري الجاهلي لو وجدناه يعبر عن الألم والفرح والأمل والحزن والمرارة وفي الفخر يعبر عن الاعتزاز والإدعاء وفي الرثاء سنجد الحزن واللوعة إلى آخره من تلك الألم مثلها يدعي على صدق عاطفتهم وصدق العاطفة في الشعر الجاهلي لأن الدافع أصلا إلى قول ذكي قصايد هو دافع حقيقي هذا ما أردنا أن نورده في هذا الدرس صلى الله وسلم عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين